جبل شيرين كان أبي يستعجر اللحاق بالثوار في الجبل فقد كانت القرية قد خلت من القادرين على حمل السلاح حيث بدى وقتها أن جبل شيرين يتعرض لهجوم عنيف وشرس وكان على الرجال أن يصدوا ذلك الهجوم ولذلك فإن الوقت كان يمر على أبي ثقيلا وكثيرا ما كنا نسمعه وهو يحاول إقناع أمي ويقول أنا لا أستطيع أن أنتظر أكثر من ذلك يا شيلان لم أعد أستطيع النظر في عيون الناس إنه لن يمر وقت طويل حتى يتهمني الناس بالجبن أو الـ وفي الحقيقة أن أمي لم تكن تمانع في التحاق أبي برفاقه ولكن الذي كان يحز في نفسها أنها ستصبح في غيابه وحيدة ومن غير سند ولذلك فإنها كثيرا ما كانت تردد على مسامع أبي قولها أنا لن أمنعك من واجبك يا مير خان ولكن ألا تقول لي ماذا سأفعل بهؤلاء الصغار إن الحمل علي ثقيل فيقول لها أبي بحدة وماذا في يد أن أفعل يا شيلان لقد ولد الواحد منا وهو يحمل جبل شيرين على ظهره وعندما يهدأ قليلا يقول لها مواسيا ألا ترين بقية النساء من حولك يا شيلان عندها تلوذ أمي بالصمت لا لأنها لا تجد ما تقوله ولكن لأنها لم تكن تريد أن تجرح مشاه فقد كان وضع أسرتنا يختلف عن بقية الأسر من أهل القرية حيث تجد كل أسرة من يقف إلى جانبها من الأقرباء في أوقات الضيق أما أبي فلم يكن له أقرباء في القرية وقد كان على أمي في كثير من الأحيان أن تستنجد بإخوتها وكان ذلك يسبب لها حرجا وألما ولكن أبي عزم أمره وغادرنا في صبيحة يوم شتوي بارد كانت طبقة خفيفة من الثلوج تغطي وجه الأرض إلا أن قمة جبل شيرين وقسما كبيرا من سفوحه كانت مغطاة بثلوج كثيفة كانت لحظات أليمة لا أرى أنها ستفارق ذاكرتي إلى الأبد انتهى والدي من ارتداء ملابسه وحمل بندقيته ووقف أمام والدتي كنت أعلم أنه لا يحسب أي حساب لما سيواجه من مخاطر في الجبل بقدر ما يشغل باله أن يترك أمي وأطفاله الثلاثة دون سند حاول أن يخفف عن أمي بكلمات إلا أن الكلام احتبس في صدره وظننت وقتها وهو يغادر المنزل أن أمه ستقع أرضاً وهي تلاحقه ببصرها يبتعد عنها ويختفي في دروب الجبل في صبيحة ذلك اليوم الشتوي البارد ترجمة نانسي قنقر